بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد أهلا بكم أبطال المنهل في الصف الثاني الابتدائي مع مادة لغتي مع دروس القراءة في ملحق الكتاب الأخير وكنا معكم في الجزء الماضي نتكلم عن أدب مهم وهو أدب توقير الكبير وهنا أذكركم ببعض الأشياء من هو قدوتنا عندما نوقر الكبير رائعون قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم يوقر الكبير نعم ماذا فعل أبو فواز عندما رأى رجلا مسنا يريد أن يعبر الشارع ماذا فعل ماذا قدم له ماذا قام نعم لقد نزل من السيارة ثم قدم إليه المساعدة وماذا فعل الرجل المسن عندما قدمت إليه المساعدة أحسنت راع لقد أشار بيديه للسماء داعيا لهذا الرجل الذي قدم له المساعدة وكان واجبنا في المرة السابقة أن تقوم بقراءة الفقرة السابقة وحسن معاملة من يكبرك والآن يا شباب ننتقل في بقية الدرس بعد أن قدم أبو فواز الرجل المساعدة وشاكره رجع للسيارة مرة أخرى نكمل القراءة أعجبني فعل أبي وزادني فخرا به وبعد عودته إلى السيارة قلت له لقد قمت بعمل جميل يا أبي انظر يا شباب كم من مرة قام أبوك أو قامت أمك بعمل جميل لك أحضرت لك مشروبا قدم لك أو قدم لك أبوك هذية أو حماكة من مكروه قد كنت ستقع فيه وأنت لم تعطيه بعض الكلمات الحسنة لابد أن تتعلم أن تقول قولا جميلا وأن تتحلى بالكلام الجميل من يقدم لك معروفا تقدم له شكرا هو الآن تعب وقدم عليك معروفا فلابد أن تقدم له شكر هنا فواز أعجب بفعل أبيه وشعر بالفخر بالاعتزاز شعر كده بأن أبوه قد فعل شيئا جميلا وزادني فخرا به وبعد عودته إلى السيارة قلت له ماذا قال فواز لأبيه لقد قمت بعمل جميل يا أبي هنا يا شباب نقف عند بعض الكلمات أعجبني كلمة أعجبني حلل هذه الكلمة شفويا نعم أعجبني ما نوع المد فيها رائع مد بالياء وما نوع الهمزة ركز حسنا إنها همزة قطع أعجبني فعل أبي وزادني بها كمد سريعا بها كمد اثنان مد بالألف ومد بالياء وزادني فخرا ما نوع التنوين تنوين فتح وبعد عدته إلى السيارة قلت له لقد قمت بعمل جميل يا أبي نعم تتوقع السؤال الذي سأسأله لا بد أن تمتلك هذه المغار تفكر في موضع السؤال وتستنبط ما هو السؤال الذي سوف يسأله المعلم يا أبي نعم ما هو السؤال الذي أريد أن أسأله ممتاز رائعون ما نوع الأسلوب أسلوب فكر قلنا أن هناك أسلوب استفهام وهناك أسلوب استثماء وهناك أسلوب نداء اختر واحد من الثلاثة نعم إنه أسلوب نداء ويبدأ بأداة النداء عندما تريد أن تنادع الأحدا تقول يا فلان يا أسامة يا علي يا أحمد يا محمد يا فهد هذا أسلوب نداء يا أبي لقد قمت بعمل جميل يا أبي ما مضاد كلمة جميل رائع ممتاز كلمة جميل مضاد وقبيح الوالد نكم القراءة الوالد هذا واجب علينا جميعا يا بني فمن حق الكبار علينا أن نحترمهم ونوقرهم ونوقرهم فقد قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قل صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا وهو خير قدوة لنا في ذلك حسنا هنا الوالد بماذا رد على كلام أبيه قال هذا واجب علينا نعم أن تساعد الآخر هو واجب عليك خاصة عندما يكون الآخر هو في احتياج شديد لهذه المساعدة رجل مسن أنت ذهبت مع والدتك إلى المول ورأيت رجلا مسنا يحمل بعض الأشياء فسقطت منه بعض الأكياس عليك أن تتقدم للمبادرة وتستأذن من أمك وتقدم لهذا الرجل المساعدة لأن قد يؤلمه ظهره أو يتعب عندما يجمع هذه الأشياء فتقدم له هذه الأشياء فأنت تقدم إليه معروفا هذا واجب علينا جميعا يا بني هذا اسم إشارة للمذكر أحسنت والمؤنث نقول هذه هذا واجب علينا جميعا يا بني يا أبي يا بني ما نوع الأسلوب ما نوع الأسلوب يا أبي أحسنت أذكرك أنه اسلوب نداء هذا واجب علينا يا أبي فمن حق الكبار علينا أن نحترمهم لعلها كلمة طويلة فنحللها نحترمهم حلل معي هذه الكلمة نحترمهم 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 ونوقرهم أيضا كبيرة نحللها عندما ترى كلمة كبيرة يعني لا تخف منها ولا تنطق أولها وأخيرها وتترك ما في الوسط منها ولكن عليك أن تحللها شفويا وتنطلق بها ونوقي وهنا حرف المشدد يفكر مرتين ونوقي راهم ونوقرهم صارت سهلة الآن حسنا فقد قال نبينا الكريم عندما تسمع كلمة نبينا الكريم أو رسول أو الرسول أو محمد تقول صلى الله عليه وسلم احفظها جيدا حتى تقولها عندما تسمع اسم نبينا تقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رائعين تأخذ أجر من الله وهذا من باب توقير نبينا صلى الله عليه وسلم فإن كنا نوقر الكبير أيضا نوقر نبينا عندما يأتي ذكرى اسمه صلى الله عليه وسلم فلابد أن نقول صلى الله عليه وسلم ماذا قال نبينا الكريم ليس منا أي ليس من كامل الإسلام ليست من أخلاق المسلمين ليس منا من لم يرحم صغيرنا لابد أن ترحم من هو أصغر منك ويوقر كبيرنا كما عرفنا في اللهم يوقر أن يقدر ويقدم حسن المعاملة للكبير يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلينا في هذا الحديث أن نبدأ أن نرحم صغيرنا أنت أيها البطل إذا قام أخوك أو أختك الصغيرة بتمزيق بعض دفاترك هو صغير لا يعلم ماذا أهميت هذا الأمر فماذا تفعل معه نعم ماذا تفعل لا لا تغضب وتعاقبه فإنه لا يدري ماذا يفعل ما يدري الصواب والخطأ كذلك إن قام بالشيء بدون قصد لابد أن ترحمه وتعطف عليه وتسامحه طيب ماذا تفعل لو قامت أمك بالاهتمام بأخوك الصغير أكثر منك قليلا يعني تحمله مثلا تعطته بعض الحلوى ماذا تفعل هل تتفهم الأمر أم أنك تعاند تقول لماذا تفعلين هذا مع أخي وأنا لا وأنا سأضربه لا هذا الصغير كما كنت صغيرا في السابق وتريد أن يساعدك أحدهم على الماشي وتريد أن يساعدك في تنظيف ملابسك ولا تستطيع أن تعتمد على نفسك الآن صرت كبيرا فلابد أيضا أن تشارك أبوك وأمك في تربية إخوتك فتقدم لهم المساعدة تنظف لهم ملابسهم إن احتاجوا وتطعمهم إن احتاجوا منك ذلك وتتعامل معهم بلطف هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ويوقر كبيرنا عليك أن تحترم الكبير عمك خالك معلمك لا بد أن تعطيهم قدرهم واحترامهم فهذا الأدب أدب مهم والنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا في ذلك الأدب وهو خير قدوة لنا في ذلك الأدب هنا أيها الأبطال قد انتهينا من هذا الدرس قراءة وفهما وإن شاء الله سلوكا وتطبيقا عدوني أن تعطفوا على من هو أصغر منكم وتقدموا لمن هو أكبر منكم الاحترام والتقدير فالإنسان المؤمن القوي هو الذي يمتلك الخلق الحسن ويتعامل به مع الآخرين إن شاء الله ألقاكم في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته